استطاعت إذاعة سيون من حجز مكانة كبيرة عند جمهورها هذا ما أكتته دراسة واستبانة قام بها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتمويل من منظمة آي أم إس الدولية وفق شراكة المنظمة مع الإذاعة ويأتي نشر الدراسة مع اليوم العالمي للإذاعة في الثالث عشر من فبراير مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير الآتي هنا سيون بذاعة الزمورية اليمنية على الرغم من التطور الهائل لوسائل الإعلام المختلفة إلا إنه ما زال للراديو قيمته وأهميته كأحد أهم وسائل الاتصال الصوت الجماهيري هذا مدعى الأمم المتحدة اليونسكو إلى أن تطلق يوما عالميا للإذاعة كحدث سنوي يحييه العالم في الثالث عشر من فبراير فشعار هذا العام الإذاعة والثقة ليجسد مكانة الإذاعة ودورها الإيجابي في المجتمع وترسيخ ثقتها في أوساط مستمعيها منذ أكثر من مئة عام والإذاعة ما زالت تحت الموقع متميز لدى الجمهور ويعتمد عليها كثير من الناس في الحصول على المعلومات والأخبار والأيضا الأرشادات والوعي وما إلى ذلك وكون الإذاعة هي وسيلة قوية للاحتفال بالإنسانية بكل تنوعها ولكونها تشكل منصة للحوار تظل إذاعة سيئون الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشار هنا بوادي حضر موت لقدرتها الفريدة للوصول إلى جمهور واسع وخلق ساحة للجميع للتعبير عن آرائهم وتمثيلهم وإسماعي صوتهم قامت بجهد تطوعي وبمساهمة الأحالي بتبرحهم بجهزة المسجلات الأكاي واجهاز الكولينس الذي كان يستخدم الصباح في البريد وفي الظهيرة كإذاعة على كل الناس كانوا يتلقونها لأنها كانت تعكس ما يدور في مجتمعهم بما فيها حتى حالات المجتمعية من أفراح كالزواجات أو الأتراح كالوفيات إذاعة سيئون استطاعت الوصول إلى كل بيت وهو ما أكدته دراسة قامت بها أحدى المنظمات الدولية المهتمة بدور الإذاعات المجتمعية بعمل دراسة لمعرفة ادجاهات جمهور إذاعة سيئون حول أدائها وتأثير برامجها في الاستجابة المجتمعية لاحتياجات المجتمع المحلي حقيقة خلصت هذه الدراسة لنتائج مبهرة ونتائج جيدة جدا وممتازة حول الإذاعة بشكل عام من أبرز هذه النتائج على وجه السرعة أن 95% من العين التي شملتهم الدراسة يستمعون لإذاعة السيئون كما أظهرت الدراسة وجود حزم ثقة مرتفع بين أوصات جمهورها المحلي بلغت نسبتها الإجمالية 94% وهي نسبة تعكس مدى الثقة الكبيرة التي احتلتها الإذاعة في أوصات مستمعها تسعى إذاعة سيئون إلى تقديم كل ما هو مفيد وهادف لجمهورها الكريم بداخل الوطن والمهجر وهي تكترب من الاحتفال بيوبيلها الذهبي بمرور خمسين عام على تأسيسها محمد باسعيدة لتلفزيوني حضر موت سيئون